مرحبا كيفكم يا معلمين من هيك كتير زينا بواجه مشكلة في الطاولة اللي بكون في عليها كتب الولاد ما عم بيحلوها ولا أوراق العمل طبعا أنا ومسألنا اتفقنا وقعدنا نخطط إيش الاستراتيجية اللي رح نعملها عشان نواجه هذه المشكلة أول إشي بدنا في تغيير الطاولة تغيرنا هاي الطاولة من اللون الأزرق خطيناها على اللون الأحمر وهاي الطاولة حولناها من اللون الأحمر لأصفر وهذه الطاولة بدنا نكملها كلها أزرق فقررنا نقيم الأحمر ونحولها لطاولة زرق سي ما إنتوا شايفين هيك والأخير طلعنا بهاي الاستراتيجية اللي كتير أفادتنا في التعلم واجهنا مشكلة تانية هلأ إحنا بالنسبة لأوراق التمايز كل الأولاد عادينا عم بيحلوا الورقة السهلة وما عم بيحلوا الورقة الصعبة وقاعدنا نذكر إيجينا بكير الصبح قاعدنا نذكر إيش بدنا نعمل في هذه المشكلة اللي هي a differentiation of course we have to make sure that we are differentiating in our lessons يالوي مسألنا احكي لنا ايش في عندك افكار عشان نحل هاي المشكلة هلا طبعا انا of course I can't really name what's going on in this video but we as we all know we're going to try our best to empathize the process over the outcome we are going to focus a lot on the effort and the process of our learners world خلاص ما تحكي لهم الباء المهم احنا رسمنا وردات طبعا اربع وردات وعلقناهم ولزقناهم وبالاخير هلا راح نحكي لكم كمان شوي ايش اجسم هاي الاستراتيجيات وكيف اتفاعل المتعلمون فيها اثناء هذه الحصة بعد ما خلصنا الاستراتيجيات رحنا عند مسأسيل عشان نفرجيها شوى منا بعدين حكيت لنا مسأسيل وكيف حالة احنا قاعدنا نفكر 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 بالاشياء اللي راح نعملها ورح نحكيها اكيد لمس رايدة وبعدين مسرايدة تطلعت على الموضوع كلياته واكيد كالعادة الا لازم ما يعجبها اشي We love you Miss Raida فحقت لنا انه فيانكم خطأ هنا وخطأ هنا وخطأ هنا وانا بحكي لانما انا شو اللي خبصتها انا وياكي But as we all know after the storm the sun comes back up and the sky بعدين Miss Raida عطتنا حلول كتير اوية عشان نحل في هالموضوع ومسبانا كمان شاركت معنا بهاي الحلول وانا ومس آنا عجبتنا افكارهم وقررنا نعمل افكار Thank you everyone for your continuous support and enjoy the workshop